موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح المسيح حي المسيح قام حقا قام وهو حي فينا ونحن شهود لذلك وهذه الشهادة لسبب اختبارنا التغيير الجذري أنه الرب يسوع غفر خطيانا أعطانا حياة أبدية وكتب أسماءنا في سفر الحياة من أجل هذا سواء في هذا العالم أو في العالم الآخر سوف نستمر بتسبيحه وتمجيده إلى أبد الآبدين اليوم أحبائي طالما أنه إحنا في مزاج الأعياد سواء بحسب التقويم الغربي أو التقويم الشرقي إحنا حديثنا رح يكون عن هذا الأسبوع الأخير ورح أعطي نظرة تصورية على الأحداث الأخيرة من هذا الأسبوع الأخير وكيف نفهمها فإذا أحبائي هذا الأسبوع اللي خصص العهد الجديد والأنجيل طبعا البشائر الأربعة أكتر من 40% بيتحدث عن هذا الأسبوع الأخير ونكتشف أن هذا الأسبوع كان في مخطط الله كان في برنامج الله كانت في خطة الله الأزلية الأبدية اسمع ما يقول الكتاب المقدس وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا في الرسالة إلى العبرانين صح 9 والآية 14 مكتوب فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي فإذا واضح أنه بروح أزلي يعني قبل تأسيس العالم وهذا ما عبر عنه الرسول بطرس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلتتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم وعند ولادة يسوع المسيح شوف حتى الاسم يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وعند بداية خدمة يسوع المسيح قال يحنى المعمدان عن يسوع المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فإذا هذا الشيء ليس غريب وليس شيء فجائي ولا خطية آدم وحواء أنه خلقة إشكال لازم الله يدبر الفداء وهكذا أحبائي فكرة الأسبوع الأخير كانت في مخطط الله نبوات كثيرة اتكلمت عن آلام وصلب وقيامة يسوع المسيح مزمور 22 بيتكلم كده آية اللي هي أحداث الصلب مبتدئا بكلمات إلهي إلهي لماذا تركتني ثقبوا يدي ورجلي أحصية يعني اقترعوا على ملابسي ولم تكسر عظمة في مزمور 34 وبعدين في آخر مزمور 22 قد اكتمل يعني نفس الكلمة اللي استخدمها يسوع المسيح على الصليب ثم نبأ إشعياء قبل 700 سنة إذا داود تنبأ ألف سنة قبل موت المسيح إشعياء تنبأ أكثر يعني قبل أكثر من 700 سنة عن موت المسيح وبيتكلم بتفصيل دقيق عن الأحداث فإذا أحبائي إن آلام وموت وقيامة يسوع المسيح هذه كلها كانت في مخطط الله الأزلي اتنبأت عنها الأنبياء في العهد القديم مثل داود مثل إشعياء مثل النبي دانيال مثل النبي زكريا ملاخي وآخرون كثيرون وتمت هذه النبوات فأنا أدعوكم في هذه الحلقة حتى نشاهد الأحداث الأخيرة من هذا الأسبوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثي اليوم عن نظرة للأحداث الأخيرة من الأسبوع الأخيرة من حياة يسوع المسيح على الأرض قبل القيامة مثل ما ذكرت أن هذه الأحداث لم تكن صدفة بل عدة مرات لمح المسيح سواء برموز عندما قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان فاتكلم أن هذه الحية كل من نظر إليها يحيى وهكذا كما قال يسوع وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب الجميع إلي ومرة تانية يعني بيتكلم عنه الكتاب أنه حمل الله ثم المسيح يتكلم عن نفسه أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم تكلم عن حبة الحنطة إن سقطت في الأرض وماتت في إلها نتائج في إلها ثمر كبير هكذا يسوع المسيح وقال مرة أخرى أنقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام مش بس تكلم بتلميحات أو برموزة لكن تكلم بصريح العبارة فابتدأ أول مرة يعلن عن الغرض والهدف للتجسد أنه سيأتي لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات بعد الإعلان العظيم اللي قال بطرس عن يسوع أنت هو المسيح ابن الله الحي من هذا الوقت ابتدأ يسوع يعلن أنه ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة وصوف يتألم يصلب ويموت يدفن وفي اليوم الثالث يقوم إلى درجة بطرس ما أعجبته هذه الفكرة تموت على الصليب طبعا لا فقال له حاشاك يا رب أخده وكأنه يعني بينتهر يسوع فانتهره يسوع قائلا له ابعد عني يا شيطان فإذن كل الموضوع هو مجيء المسيح لهذا الحدث ولهذا الأسبوع الأخير وهذا الأسبوع أحباء ابتدأ عندما يقول الكتاب أنه يسوع ثبت وجهه نحو أور شليم وكان رايح وعارف بكل ما سيحدث له تعرف أحبائي بحب الآية اللي موجودة في يحنى إصحاح 13 والآية الأولى أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى في آية ثلاثة نفس الإصحاح يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي فإذا واضح أنه حتى مجيء المسيح من عند الله ورح يرجع إلى عند الله فالمسيح شخصية عجيبة فريدة لا مثيل لها هاي الأحداث أحبائي ابتدأت من يعني الحدث كله خلال أسبوع ابتدأت في دخول المسيح الملك الانتصاري إلى أور شليم كان في شرقي القدس في بيت فاجي واللي هي بجنب قرية بيت عنية من الجهة الشرقية لجبل الزيتون وابتدأ الموكب لكن الرب يسوع شوف وهو عالم بكل شيء قال يسوع المسيح دفع إليه كل شيء من الآب فإذن المسيح هو عالم كل شيء طلب من التلاميذ يروحه ويشوفه في جحش بن أتان مربوط وقال قولا له الرب محتاج الرب محتاج الرب بتشوف كل أمجاد اللهوت محتاج بتشوف فيها كل وضاعة النسوت وهو العالم بكل شيء لكنه القادر على كل شيء سيد الأحداث كلها فإذن بتشوف اللهوت والنسوت في اتحاد كامل وفعلا جاءوا في الجحش بن أتام حتى ما فيش عليه السرج فابتدوا يحطوا الثياب والملابس ودخلوا أورشليم بهتفات وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب وبحسب متى إصحاح 21 مكتوب ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا أجابت الجماهير قائلة هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل فإذن دخول المسيح إلى مدينته وإلى هيكله فرج على الهيكل وشاف الوضع اللي عم بيكون في دار الأمم وفعلا تاني يوم لما رجع ودخل إلى أورشليم طهر الهيكل وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص لاحظ مرة تاني بيقول بيت أبي وهنا يقول بيتي بيت الصلاة يدعى فإذن أحبائي بتشوف يسوع المسيح السيادي الكاملي وأنه طهر الهيكل لأنه كان هذا الهيكل بحسب التقليد أو بحسب التلمود اليهودي يسمى سوق حنان اللي كانوا رؤساء الكهنة بينتفعوا بيربحوا ربح قبيح في هذا المكان المفروض يكون أقدس مكان ودار الأمم اللي الأمم اللي بيجوا طالبين طبعا الله حتى يؤمنوا بإله إسرائيل فتخيل أنه المسيح دخل دخل كملك إلى مدينته ودخل إلى الهيكل ككاهن لأنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني ودخل كالنبي الآتي والديان اللي تنبأ عنه موسى أنه أن الله سيرسل نبي مثلي له تسمعون وهذه النبوات وهذه الوظائف تحققت في شخص يسوع المسيح لكن المسيح دخل لتتميم نبوة زكريا تسعة تسعة أنه وديع ومنصور راكب على حمار يعني متواضع ومش داخل دخول عسكري طبعا خلي بالك في دخول تاني هذا اللي بيتذكروا اليهود فأيام العصر الحصموني عائلة المكابيين اللي ابتدأت في في الأب الكبير الشيخ الكاهن الكبير اللي اسمه متتياهو وابنه يهود المكابي ويهود كان عنده خمس أولاد وإخوة متتياهو لما في هذه الفترة كان الحكم اليوناني وعلى فكرة هذه النبوات موجودة في سفر دانيال لما مات الإسكندر الأكبر اتقسمت المملكة على أربعة أقسام لكن بركز على مملكتين الجنوبية البطالصة في مصر والسلقيين في الشمال في سوريا وكانوا بيتزاحموا على أرض فلسطين وطبعا أرض فلسطين تعتبر جسر لثلاث قارات اللي بيأخذ فلسطين معناته بيقتحم أو بيكون عنده السلطة على كل الطرق الرئاسية والتجارية والضرائب إلى وما شابه لكن الحاكم أنتيخوس أبيفنس الرابع اللي ابتدى يعني في حكمه لفترة زمنية لكن في سنة مئة وأربعة وستين قبل الميلاد يعني ابتدى من مئة وسبعة وستين وابتدى يحط ضغوطات على اليهود وممنوع الاختتان واللي بيختتان عقاب الموت ممنوع احتفال السبت ممنوع الأعياد ممنوع ممنوع وابتدى يهجر الهيكل ولكن في يعني في يعني احنا منقول القش اللي قسم الظهر البعير لما دخل الهيكل وقدم ذبيحة خنزيرة على مذبح الله وسالت الدماء هنا طبعا جن جنون اليهود وابتدأت ثورة المكابين اللي هي الفترة بين العهدين ولكن أخيرا استطاعوا أن ينتصروا على جيوش أنتيخوس أبيفاناس وفعلا احتفلوا ثمان تيام شان هيك اليهود لليوم بيحتفلوا في عيد التجديد مكتوب في إنجيل يوحنى اللي هو عيد الحانوكا أو عيد الأنوار في هذا العيد أحباء بيحتفلوا ثمان تيام طبعا التقليل اللي هولي بقول أنه ضلت بزيت خفيف ضلت مضوي هذا الشمعدان أو الثمن سرج إلى مدة ثماني إلى ثمان أيام فإذا دخل يهوذ المكاب ودخلت كل عيلته وكان باحتفال مهيب جدا رفعوا أغصان الزيتون والنخل صعف النخيل وقالوا مبارك الآتي لكن يسوع المسيح دخل وهتفت الجموع ظنوا أن المسيح رح يطيح بالإمبراطورية الرومانية ولكن لم يأتي المسيح لهذا السبب جاء ليخلص ما قد هلك وفعلا هذا الدخول الانتصاري اللي عبر عن هوية يسوع المسيح كملك على مدينته وككاهن على هيكله وطهر الهيكل وكالنبي الآتي اللي ارتجت المدينة وشافه تفوق وسموه ورفعة يسوع المسيح اشتركوا في القناة 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 اهلا احبائنا مشاهدينا طبعا ابتدى الحدث بدخول المسيح في موكب عظيم موكب انتصار كملك على مدينته لكن الجدير بالذكر أحبائي في أحداث يعني حدثت كمان في هذا الدخول تتذكروا التيني اللي كان موسم يعني هو مش موسم التين يعني اللي بشهر تمانية التيني اللي بينزل للأسواق لكن التين بيبتد في الفصح في الربيع بيطلع تين الفج وبفجه كبسرعة بيسموه تين الدفور تين حلو فلما شاف المسيح الأوراق الجميلة كان بينتظر أن يوكل ثمر ووضع دينوني على التيني وتيبست من أصولها بسبب الرياء والخداع ومظاهر التدين الخارجي ولكن علم التلميذ عن قوة الإيمان تستطيع أن تقول لهذه الجميزة انغرسة وانقلع في البحر فتطيع أو تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل علم عن قوة الإيمان وعن قوة الصلاة وعن قوة الغفران في حادثة شجرة التين لكن حادثة تانية هو نازل في هذا الموكب البهيج وقف يسوع ونظر أورشاليم ورثه وبكى لحال أورشاليم في مرة قبلها قال أورشاليم يا أورشاليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا فإذا فعلا تمت نبوة المسيح لكن في هذا الدخول بكى يسوع على أورشاليم والجدير بتذكر أن يسوع بكى ثلاث مرات على نفس الجبل في بيت عنيا عند قبر ألي عازر عندما أقام ألي عازر من الموت بكى في بستان جت سيماني على الخطايا البشرية ثم بكى على أورشاليم لأنها لم تعلم ما هو لسلامها لأنها لم تعرف زمان افتقادها فإذن رئيس السلام يدخل المفروض مدينة السلام ولكنها لم تعلم ما هو لسلامها برضو يترك لكم بيتكم خرابا دموع المسيح لم تكن على نفسه دموع المسيح كانت دموع كفارية فدائية بنفس الوقت تحذرية يعني أنه ينتبهوا لأنه المشكلة كانوا زي التينة أوراق بلا ثمر عدم الإيمان والتصديق والرياء المبرقع وفعلا حياة اللي فيها ركزوا على كل يعني التقاليد بدل ما يركزوا على الشخص الرب يسوع لكن يوما ما إن العيون التي بكت على أورشاليم هي نفس العيون اللي بيقول عنها سفر الرؤية وعيناه كلهيب نار طبعا للقضاء فإذن الرب يسوع المسيح أحبائي بكى على أورشاليم لأنها لم تعلم ما هو لسلامها ثم أحبائي الكتاب يتكلم أنه خلال هذا الأسبوع كان في محاورات مع اليهود مع الفئات الدينية المتعددة ومكتوب أنه صنع معجزات كثيرة في منطقة الهيكل لكن برضو في يوم الخميس طلب الرب يسوع من بطرس ويحنى أنه يعدوا الفصح ويعدوا الفصح يعني أنه لازم يكون المكان طاهر ما فيوش أي خميرة صغيرة بالكامل فهذا المقصود بإعداد الفصح وهذا الفصح بذكرنا بخروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر فالرب يسوع أعطى توصية أن المهلك رح يجي في منتصف الليل ورح يدرب كل أبكار المصريين لكن أبكار العبرانيين لم يصبهم أزا لكن فيه شرط أن كل عيلة تتبح خروف الفصح ابن سنة ويجيبوا الزوفة ويرشوا القوائم الأبواب والعتبة العليا بالدم وطبعا مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم وهي كانت العلامة علامة الحماية فعلوا إسرائيل طبعا ما فعل أكيد أودين مع المصريين لكن قال أن أحقائكم ممنطقة لابسين برجليكم جاهزين بتأكلوا الخبز بدون الخمير لأنه كله بسرعة الخمير بياخد وقت حتى العجين ينفخ وأعطى توصيات أن الخروف لا تكسر عظم منه وأنه بيتاكل مشوي مش ني ولا مطبوخ وما تبقى منه في الصباح يحرق بالكامل حتى على طول بحال ما تبتدي يعني صراخ المصريين بموت أبكارهم خرج موسى مع شعب إسرائيل فبيحتفلوا كل سنة بهذا الفصح فهذا ما قصد يسوع أعداء الفصح وهذا كان الفصح الأخير من حياة يسوع المسيح على الأرض والجدير بتذكر أنه كل يهودي ذكر من عمر 12 وطالع لازم يعني الذكور لازم يعيده ثلاث مرات في الأعياد الرئيسية الرسمية العيد الأول اللي بيبتد في نيسان يعني في الربيع بشهر آخر أذار لهو مارس وشهر أبريل لحد لتبداية مايو هاي فترة الربيع في أفيف شهر أفيف في اليوم الرابع عشر بحسب التقويم اليهودي طبعا فإذن كانوا لازم يعدوا للفصح لأنه في هذا اليوم طبعا أكلوا الفصح وخرجوا وهذا الفصح أحبائي كانوا بعلموه من جيل إلى جيل فلازم يتذكروا في الأعياد فالعيد الأول بداية الأعياد هو عيد الفصح بعد تسع أسابيع اللي هو عيد الأسابيع أو عيد الحصاد أو عيد الشكر واللي إحنا صرنا نسميه يوم الخمسين عيد الخمسين بحسب التقويم اليهودي يعني تسعة وأربعين يوم بعد الفصح في هذا الاحتفال في يوم الخمسين بيكون طبعا كل ذاكر لازم يكون مرة تانية وطبعا العيد الثالث اللي هو في الخريف فعيد المظال طبعا بيذكرهم بسكنة شعب إسرائيل في البرية لكن أحبائي هذا العيد كان عيد خاص المسيح أكل الفصح مع التلاميذ في العلية أحبائي يعني كان في عدة أمور أول شيء أعلمهم عن التواضع وعن العظمة الحقيقية غسل أرجل التلاميذ ثم أحبائي في العلية يعني تكلم عن أن وعدهم بتلت وعود يعني في بيت أبي منازل كثيرة وعدهم في منزل يعني لما نكون معاه في الأبدية وعد بسلامه سلاما أترك لكم سلام أعطيكم والوعد الثالث هو بمجيء الروح القدس وقال في يحنى 14 و15 و16 عن مجيء الروح قال خير لكم أن أنطلق حتى إيش ييجي موعد الآب اللي هو مجيء الروح القدس وفي العلية تنبأ عن خيانة يهودة اللي دخلوا الشيطان وراح سلم يسوع المسيح وفي نفس الوقت تنبأ إنه بطرس رح ينكر يسوع المسيح هذا الفصح بيتميز أحبائي إنه فصح اليهود كان لليهود فقط لكن الرب يسوع تكلم عن فريدة تانية فريدة العشاء الرباني هذه الفريدة لكل من يؤمن يهود وأمم الفصح كان مرة واحدة في السنة لكن الفريدة اللي تكلم عنها يسوع المسيح يعني بقول كل ما اجتمعتم لأنكم كل ما أكلتم من هذه الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي فإذن كان مش بس للشعب اليهودي أو مرة واحدة في السنة ولا إنه بذكرهم في تحريرهم من أرض العبودية من مصر إحنا أحبائي هذا الفصح بذكرنا من التحرير الكامل من الخطيئة من عبودية إلى الخطيئة في العلية أحبائي كما تنبأ أرمياء في صحاح 31 عن العهد الجديد ثم قال يسوع في إنجيل متى صحاح 26 والآية 26 هذا هو العهد الجديد بدمه اتختم بدم الرب يسوع المسيح ونحن دخلنا في هذا العهد الجديد من خلال رأس العهد وهو الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا في العلية أحبائي بيتناولوا خروف الفصح هذه الوجبة الرئيسية بيأكلوا يعني بحطوا أعشاب مرة بتذكرهم بمرارة العبودية كانوا بحطوا كوباية كأس فيها ماء مالح بتذكرهم بالدموع التي ذرفت خلال فترة العبودية وعبورهم البحر الأحمر وكانوا طبعا بيتناولوا نوع من الحلوة اللي فيها عيدان من القرفة وطبعا مكسرات اللي هي البندق مع رمان وطمر وتين وكانوا بيعجنوها كلها في بعض بتذكرهم فأيام العبودية لما كانوا بيدوسوا على الطين حتى يبنوا اللبن اللي هو البريكس يعني زي حجارة اللي كانت تستخدم للبناء والزوفة طبعا اللي بذكرهم في الدم حماية الرب لهذا الشعب فكل هذه طبعا بتذكرهم في هذا العهد ولكن أهم شيء في العهد هو الخروف الفصح فالكتاب يقول المسيح فصحنا شيء آخر كانوا بيتناولوا أربع كؤوس نبيذ طبعا نبيذ مختمر لكن مكسور بالماء بذكرهم بوعود الرب الأربعة في سفر الخروج إصحاح ستة والآية ستة وسبعة خلاصة هذه أنه راح يكون هم راح يكون شعبه وهو راح يكون إلهم فإذن المسيح جاء ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد والمسيح فعلا جمع الكل اليهود والأمم وصرنا جسد واحد في يسوع المسيح وابتدأ العهد الجديد والكأس الأخير طبعا اللي بيتناولوه بسموه كأس التهليل بيسبحوا من مزامير من 114 أو 113 إلى 118 وبعدين بيسبحوا برنموا من المزامير وخرجوا من العلية اللي هي في جبل صهيون نزولا إلى وادي قدرون وبيمشوا بمحاذات أو في منطقة أو بلد اسمها سلوان في وادي قدرون وبيصلوا لعند جناح الهيكل العظيم بيكملوا المسير في الوادي في الوادي وبيطلعوا لسفح الجبل في هناك بستان يسمى بستان جتسماني ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل اشتركوا في القناة 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 هذا البستان اسمه طبعا بستان جد سماني فيه شجر زيتون إلى يوم من هذا موجود بعض الشجرات اللي بيتراوح عمرها بين الألفين لتلات تلاف سنة لأنه شجر الزيتون لا يموت بيظلوا يكبر الجدع بموت الجدع وبيطلع الطلق ويخرج قضيب من جذع يسة فهذا الطلق اللي بيطلع يعني حياة من موت هذا البستان اسم على مسمى يعني معصرة زيت واكتشفوا في المنطقة معصرة زيت أحبائي هذا المكان المحبب على قلب يسوع المسيح إما كان يروح عند صحابه ألي عازر مريم ومرثى أو كان بيمكث في هذا البستان أحبائي اسمه بستان النزاع بستان الصراع لأن المسيح كان بصارع في هذا البستان يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك لكي يسمى بستان النزاع الصراع والتلاميذ كانوا نيام قال يسوع ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة صلوا لألا تدخلوا في تجربة المسيح وهو عالم بكل شيء طبعاً بعد قليل جاء يهوذة الإسخريوتي مع جيش روماني ومع حرس الهيكل وجمهور كثير حتى يلقوا القبض على يسوع المسيح فتقدم يسوع هذا اندل على شيء بدل على محبة المسيح وعلى شجاعة المسيح لأنه جاء لتلك الساعة لأنه هو الذي قال هو ذا ساعتكم فإذا سأل يسوع من تطلبون أجابوا وقالوا يسوع الناصري قال أنا هو من قوة هذه الكلمة راجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض رجعوا سألوا مرة تانية سألهم من تطلبون قالوا يسوع أنا هو مرة تانية سقطوا على الأرض يهوذة تقدم وكانت العلامة قبلة أبقبلة تسلم ابن الإنسان مع أن أحباء القبلة في عداتنا الشرقية هي يعني علامة الضمان والإطمئنان والسلام والبركة والأخوة والعائلة استخدمها يهوذة الإسخريوتي أن ينكر وأن يسلم يسوع المسيح وفعلا أخذوا يسوع المسيح من البستان لكن شيء آخر مش بس يهوذة سلموا في هذا البستان كان بطرس حام الخنجر سيف صغير يعني وقال له أن أضرب ورح بطرس بتسرع ضرب واللي قدر عليه صاب أذن عبد رئيس الكهنة ملخص فقال يسوع لبطرس رد سيفك إلى غمده الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ هذه ليست رسالة المسيح وليست طبيعة المسيح وليست روح المسيح وفعلا صنع المسيح معجزة رد أذن هذا العبد وطبعا يسوع دافع عن تلميذ وإذا كنتوا بتطلبوني دع هؤلاء يذهبون وفعلا أخذوا يسوع وهن ماشيين فيه على الطريق ابتدأوا يهنوا يبسقوا عليه يضربوا ولما وصل عند بيت قيافة اللي هو على الطرف جبل صهيون قريب من وادي بن هنوم وهناك ابتدأ طبعا ما يسمى المحاكمة الدينية وراح وقف أول شيء أمام حنان حنان أقالة الحكومة الرومانية أليس عجبا أحبائي الرئيس الكهني لا يعين رئيس الكهني المفروض يكون كاهن إلى الأبد يعني كل فترة حياته لكن هذا اندل على شيء بدل على الفساد أنه كانت الحكومة الرومانية تقيل وتعزل وتنصب اللي بدهياته فطبعا أقالت حنان لأنه كان فاسد وحطت طبعا في عنده أولاده الخمسة كانوا رؤساء كهنة وفي فترة المسيح كان كان قيافة اللي هو صهره لا حنان فلما تقابل مع حنان الظاهر قيافة حاول يجمع مجموعة من مجمع السنهدريم اللي هو هذا المجمع سبعين شخص مع رئيس الكهني واحد وسبعين ولكن يعني ليلة الفصح يعني وين يجمع هذا العدد على الأقل لازم يكون ثلاثة وعشرين شخص بعدين أجا قيافة ووقف المسيح ليحاكم أمام قيافة وأمام المجمع المجمع السنهدريم يعني اللي هو بالنهاية أخذ القرار والحكم وبهاي المحاكمة أحباء اللي هي مهزلة المحاكمات إنه الديان يقف أمام ناس فازدة جابت شهود زور وشهادات لا تتطفق مع إنه الشريعة بتقول عشان يكون في شهادات لازم تتطفق وإنه لازم يكون برضو تأخذ فترة إنه الشخص الثاني يستجوب الشهود وكل شاهد على حدة بس الحقيقة هم حكموا على المسيح قبل محاكمة المسيح يعني محاكمة شكلية مسرحية عم بيعملوها مهزلة المحاكم وبعدين أحباء الشهادات لم تتطفق أخيرا خلاص يعني ما فيش أي طريقة لازم يعني يحكموا على يسوع رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله طبعا بحسب شريعة العهد القديم الاستحلاف لازم تتكلم قال له آه أنت ابن المبارك يعني أنت ابن الله قال له نعم أنا هو فبمسرحية مزق ثيابه مع أنه لا يجوز أن يمزق ثيابه يمكن التلمود سمح بحالات استثنائية إذا كان فيه تهم التجديف بس يعني موثوق فيها وفعلا مبرهني بتصواضح أنه محاكمة كلها كذب وخداع ورياء أيضا بهذه المسرحية بقول ما فيش داعي للشهود من بفمك تدان يعني أنت اللي اتكلمت بس هاي التهمة تهمة التجديف مش كافية أنه يخدوه لبلاطوس وهي المحاكمة أحبائي كانت يعني كلها غلط أول شي شهود زور حكموا يسوع بالليل المحاكمة لازم تكون بالنهار القرار مش لازم يطلع بالليل لازم يطلع بالنهار ثم المحاكمة لازم تكون في إحدى ساحات الهيكل أو غرف الهيكل لكن واضح أنه كان المحاكمة مش لازم تكون في العيد وهكذا يعني كسروا كل القوانين حتى يحكموا على يسوع المسيح بس طبعا لازم يلاقوا تهمة اللي يقنعوا فيها بلاطوس من بيت قيافة أخذوا يسوع الجدير بالذكر وهم عم بحاكموا يسوع تمت نبوة المسيح أنه فعلا صاحب ديك وبطرس اللي كان بيتدفع على النار برة يعني تذكر كلام يسوع المسيح لأنه أنكر الرب يسوع ثلاث مرات أخذوا يسوع من بيت قيافة إلى دار الولاية اللي هي تسمى قلعة أنطونيا وهناك أحبائي وقف يسوع ليحاكم أمام بلاطوس بلاطوس يعني دخلوا دار الولاية في الساحة من برة ليه؟ لألا يتنجسوا لأنه إذا فاتوا جوا يمكن يكون فيه خبز أو كده خمير بيتنجسوا أوليس عجبا أحبائي مش عاوزين يتنجسوا بخمير لكن قلوبهم مليانة دم وقتل وفسق بيقتلوا دم بريء بلاطوس عشان يصل لهذا المنصب بيكون قتل آلاف من الناس وفاهم بلاطوس أنه بسبب الغيرة بسبب الحسد أسلموا الرب يسوع المسيح قال لا أجد علا حاول بجهده مع أنه بلاطوس ما بهمش أنه يقتل أي إنسان خلي بالك اليهود إلهم شكاية على بلاطوس بلاطوس حكم من سنة 26 ل36 ميلادي 36 ميلادي أقالت الحكومة الرومانية وبعدين انتحر وزوجته آمنت بيسوع المسيح وفي نفس الوقت أقالت الحكومة الرومانية رئيس الكهنة اللي هو قيافة فإذا بلاطوس يعني شايف أنه المسيح ما فيوش أي علة أعطاهم الفرصة قال أنا أجلده وأطلقه الجلد الروماني أحبائي جلد صعب جدا فيش إنسان بتحمله كتير ناس بتموت تحت الجلد الروماني الجلد الروماني هو عبارة عن صوت في نهاية الصوت في قطع من المعدن حادي أو عظم حاد ولما كان الشخص بيعره الجسد وبيربته الشخص على عمود علو حوالى 100 متر متر و20 سانتي وبيربته إيديه فالجسد بيكون يعني مسترسل فبيكون يعني ضهره بطنه مبين للجلد فلما بيضرب الجلد هذه القطع بتغرز وبتفجر الشرايين والأنسجة اللي في الجسد واللحم وكما قال الشعياء النبي لا صورة له ولا جمال فننظر إليه فنشتهيه اتشوه طبعا كل الليل كانوا بيضربوا فيه مكتوب لما كان في بيت قيافة برضو جلدوا جلد يهودي وبرضو مكتوب كانوا يلطمونه اللطن يعني الكف تخيل هاي أحقر أنواع الضرب اللي هو بالكف وكانوا يلكمونه أيضا اللكمة اللي هي طبعا الضربة اللكمة واللكم أحبائي بشوه الجسم فإذا تخيل كم العذاب فبيلاتوس برضو كمل في الجلد بعدين أعطى كمان شيء تاني قال طيب أنا تعودت أن أطلق أسير بالعيد تصور طلبوا قاتل والس اللي هو برآبس وقالوا عن يسوع اصلبه بلاتوس متحفز من اليهود واليهود عارفين شخصية بلاتوس الشرسي لما دخل بلاتوس دخل مع النصر الروماني إلى منطقة الهيكل وطبعا دارت يعني زي ثورة واشتكوا عليه للرومان ومرة تانية لما بلاتوس في لوقة 13 مكتوب خلط ذبائح اليهود بدم بدم الجلليين بذبائحهم فهدول الحادستين كانوا معروفين لليهود فطبعا ممكن يشتكوا على على بلاتوس ويطرد من وظيفته فهن مسكين عليه ممسك وبنفس الوقت بلاتوس كان بيكره اليهود يعني مش عاوز يمشي ارادتهم قالوا نحكموا انتوا بحسب ناموسكو قالوا احنا ما فينا نحكم بالموت هذا من اختصاص الرومان وهم لا يعلمون عن بتمموا مشيئة الآب وارادة الرب بعدين كمان في اشي اصعب مش بس اليهود اصياحوا من الخارج الضمير الداخلي زوجته شافت حلم قالت له انا تقلمت من اجل هذا اياك وهذا البار تقلمت كتير حاول كل المحاولات اخيرا احبائي جاب طوشة مي طاصة مي وغسل ايديه وقال اليهود انا بريء من دم هذا الصديق قالوا دمه علينا وعلى اولادنا وفعلا حكم بصلب يسوع المسيح تخيلوا احبائي هذه المحاكمات خلي بالك هو بلاطوس بحاكم لما سمع انه يسوع من ولاية الجليل بعته لهيرودوس انتيباس برضو هيرودوس كان بينتظر معجزة واحتقر يسوع رجعوا لبلاطوس كل هذا في يوم واحد احبائي رجع لبلاطوس وكل هاي الاحداث اللي ضارت والجلد احبائي اخيرا حكم على يسوع المسيح بالموت كل هذا لاجلك ولاجلي خليني ااخد مكالمة او اتنين خليني ااخد مكالمة من الاخت فريال من من انجلترا اهلا وسهلا اخت فريال انت معانا على الهوا اخ نزار سلام نعمة المسيح معاكم كل سنة وحضرتك فيه وكل سنة وانت سالمة شكرا كتير اخ نزار في سفر اشعية اصحاح 49 عدد 6 يقول الوحي الالهي فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصد ارض وفي يوحن اصحاح 8 عدد 12 رب المجي يقول بكمه الطاهر انا نور العالم من يدبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فكل من ينكر صليب المسيح وصلب المسيح ما عنده لا خلاص ولا مخلص يعني لما انتنجي تسألهم اين راح تخذون ابديتكم يستحيل ان يعطون جواب على يقينه على انه واثقين وين راح يروسون فجوابهم يقولون الله اعلم ان شاء الله اذا الله تعمدني برحمته فالكتاب المقدس واضح يقول الوحي الالهي هذه هي الشهادة ان الله اعطانا حياة ابدية وهذه هي الحياة في ابنه من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليس له الحياة وينكث عليه غضب الله وانا اصلي من كل قلبي انه كل شخص اللي ما يؤمن بطلب المسيح وطليب المسيح وخاصة اللي يؤمنون شبه به وما فلبوه لكن شبه به ويعتمدون على ميزان الحسنات والسيئات انه الرب يفتح عيونهم ويفتح اذهانهم حتى يعرفون الاله الحقيقي والخلاص يؤمنون بالصليب وتكون لهم الحياة الابدية شكرا اخ نيزار الرب بارتك وكل عام حضرتك بقلي بخير وانت بخير شكرا كتير يا اخت فريال والآية اللي اقتبستيها من اشعية 49 آية 6 موجودة ايضا في اشعية 42 والآية 6 والرسول بولوس تكلم عن هذه الآية في اعمال اصحاح 13 آية 47 اللي هي جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصا الى اقصى الارض في اعمال اصحاح 13 فاذا احبائي نعم هذه واحدة من علامات المسيح ان المسيح جاء هو الذي يفتح عيون العمي خليني اخد كمان مكالمة من ابو مهند اهلا وسهلا ابو مهند انت معانا على الهوات فضل ابو مهند مساء الخير مساء الخيرات اهلا وسهلا المسيح قام حقا قام لدي سؤال ارجو ارجو ان ينال اعجابك في يوم الاحد هتفت الجماهير هتفت الجماهير لما دخل المسيح الى اورشديم وصلنا في الاعالي مضارك الاد باسم الرب لكن يوم جمعة اختفى الهتاب اختلف الهتاب عندما قالوا له قالوا لبلا اصدبه اصدبه هل نقول كما قال لبطرس حاشاك يا رب ام نقول كما قال المسيح لبطرس انت معفر لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ابعد عني يا شيطان ونحن نقول كمسيحيين اصلبه اصلبه لان المسيح جاء ليصلب هذا سؤالي ايها الاخنزة هل توافقني بهذا كلام ام لا وشكرا شكرا ابو مهند ربنا ايباركك هو بالحقيقة سؤال مع جواب يعني انت جوابت على السؤال وهذه طبيعة الانسان توقعات اليهود كانت توقعات مسيانية مسيحانية انه شخص ينقذ اليهود من الحكم الروماني كما فعلوا المكبيين سنة 164 قبل الميلاد وطهروا الهيكل وطبعا رمموا الهيكل المسيح طهر الهيكل ولكنه تكلم عن هيكل نفسه مش عن حجارة ثم عندما دخل يسوع قالوا اصنى يعني هشعنا هشعنا يعني اه خلص الان وهذه طبعا نبوة من سفر المزامير خلص الان في يوم الجمعة خلي بالك ابو مهند انه في الصباح الباكر اخدوا يسوع الى دار الولاية يعني هذا مش كل الجمهور اللي كان يوم الاحد اللي دخول المسيح عندما قالوا او صنى لانه خلي بالك انه كان في كتير من الجليل اجوا مع يسوع وباريحة طبعا الاعمى اللي شفاه وكملت الجماهير من بيت فاجة وجبل الزيتون لانه في هذا العيد بيكون حوالي مليون شخص في اورشاليم وخارج كل اورشاليم الناس عايش وساكن بخيام حتى تحتفل في هذا العيد فطبعا باب باب الضأن فكانت هذه المنطقة فاذا لما دخل يسوع احبائي الى اورشاليم كان الغرض انه يطهر الهيكل وهذا التطهير طبعا كان واضح لكن وراء هذا الوين المسجد وبركة بيت حزدة على طول في الجانب هناك القلعة اسمها قلعة انطونيا بناها هيرودوس الكبير اربع ابراج كبير والها ساحة كبيرة وفي هاي الساحة وقف يسوع في مكان عنده جباثة اللي هو البلاط عندما قال هو ذا الانسان وحكم عليه بلاطوس حكم على الرب يسوع المسيح في هذه المنطقة طبعا كانوا جايبينه طبعا جايينوا معاهن كل الموالين للكهنة وكل اللي معاهم لانه كل شيء كان سريع احبائي المحاكمة كانت سريعة في الصباح والمسيح يعني راح للصلب في الفترة الصباحية فاذا بهاي الفترة حكم عليه بلاطوس ولما ابتدى يحمل الصليب ومشي الجماهير ادركت لكن اللي قالوا اسلبه هو جماعة قيافة والجمهور اللي كانوا كله موالي لقيافة ومجمع السنهادريم وطبعا تخويف يعني اللي ما بيسمع يقول هيك ممكن يقدم الى المحاكمة او يترد من المجمع على اي حال الرسالة الروحية ابو مهند مختلفة نعم اوافق منقول خلص يا رب وبعد شوي منقول اصلبه مش قادرين ندرك فكرة صلب المسيح لانها بتطلب اعلان والبرهين ويمكن الاسبوع الجاي بتكلم اكتر عن هذا الموضوع بتطلب عمل الروح القدس في القلب والكيان على اي حال حكم بلاطوس على يسوع المسيح وهذه تسمى المحكمة المدنية فاذا يسوع اتحاكم محكمة دينية امام قيافة حنان ومجمع السنهدرين المحكمة المدنية كانت امام بلاطوس امام هيرودوس انتيباس ورجوعا الى بلاطوس طبعا تهمة التجديف غير كافية انه تقنع بلاطوس فقالوا يثير فتنة في الجليل فتنة طبعا الرومان موجودين الحاكم موجود لغرضين يحفظ السلام اللي هو باكس رومان السلام الروماني ويجمع الضرائب لا يحتمل اي مظاهرة مشان هيك بلاطوس كان بيجي من قصاريا على البحر الابيض المتوسط الى قلعة انتوني على الاقل ثلاث مرات حتى يحافظ على الامن لانه معظم الثورات اعياد اليهودية ولسيما في فئات دينية متعددة منهم الصدقيين والفرسيين والغيرين الى اخره فكلهم بيتنازعوا فمرات بتحدث ثورات من بعض المتطرفين فوجود الرومان حتى يقمعوا اي ثورة فقالوا يثير فتنة هدول الجليليين اتعارفهم يا بلاطوس هدول جماعة الثورة يهيج الشعب وبعدين بقول بيؤمر ان لا تدفع جزية لقيصر مع انه بس من اكم يوم قال ان اروني دنارا اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وعلى فكرة اللي قالوا ما عندهم مش اي ملك الا الله قالوا لبلاطوس ليس لنا ملك الا قيصر يعني فعلا كأنه فرق من خيرهم بلاطوس لانه اتنازلوا عن مبادئهم ايمانهم بس بشرط انه يحكم على يسوع المسيح وهذا احبائي بتشوفوا اليوم من هذا الناس المليان حقد وضغين وكرهية ليه بكرها لانه بختلف معايا مش من ديني بكرهو فهي نفس الروح ما تغيرت هذا روح شرير ينبغي ان يطرد وان ينتهر بس التهم الاكبر قالوا انه المسيح يعني الملك ملك طبعا اخذ يسوع لجوه قال له يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون بيلاتوس كان عارف ببراءة يسوع المسيح ولكن اضطر انه يحكم على يسوع المسيح وهذا طبعا شهادة او وصف متعار تاريخيا لرؤساء الكهنة مع بيلاتوس اللي حكموا على يسوع لكن بمشورة الله المحتومة من واصل حديثنا في الاسبوع القادم والرب ايباركك اشتركوا في القناة